بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي طلاب الصف الثالث المتوسط اليوم بناخد آخر درس في المنهج بتاعنا اللي هو الدرس الحادي والعشرون السلامة ومجالاتها صفحة 151 بكتاب الطابق عايزين نعرف يعني إيه السلام السلام هي مجموعة الإجراءات والوسائل والتدابير اللي بتتخذها للوقاية من وقوع الأخطار والحوادث والإصابات علشان نحافظ على الأرواح والممتلكات أول حاجة بتقبلنا السلامة المنزلية طبعا إنك لازم يكون عندك وعي بالأخطار اللي ممكن تحصل ليك في البيت داخل المنزل وإزاي إنك تقي نفسك منها وإنك تبعد عن الكوارث اللي ممكن تتعرض لها زي الحرائق الحوادث الغاز الحوادث الكاربائية حوادث الاختناق وحوادث الغرب طيب بيدينا مثال وجاب لنا جدول إزاي نتعامل مع استوانة الغاز الوقاية إغلاقها بإحكام علشان ما يحصلش لقدر الله انفجار لها وحرائق إغلاقها بإحكام حفظها في مكان مزلل في وضع راسي التحقق من سلامة التمديدات تجنب وضعها بالقرب المواد قابلة للإشتعال طيب لو حصل خطر لقدر الله إيه اللي يحصل عند وقوع تسريب غاز في البيت يتبع التالي أول حاجة أتصل بالدفاع المدني اللي هو تسعة تسعة تماني إخراج جميع الأشخاص من المنزل تجنب إشعال أعواد الثقاب أو أي مصدر للنار تجنب فتح الإنارة أو أي مصدر للقهرباء فتح النوافذ والأبواب للتهوية برضو جايب لنا مثال تاني اللي هو سلامة التعامل مع السعق الكهربي يعني لقدر الله أنت لو أي حد حصله بعيد عننا جميعا جاله سعق الكهربي أنا علشان ما أتعرضش للموقف ده يبقى أنا لازم أعمل إيه تأمين التوصيلات الكهربائية وتجنب تركها مكشوفة تجنب تحميل التوصيلات أكثر من طقتها تجنب لمس الأجهزة الكهربائية بأيدي مبتلة استعمال توصيلات وأسلاك جيدة فصل الطيارة عن الأجهزة عند الإنتهاء من استعمالها من زي البعض بينام وحطة الجوال جنبه والجوال محطوط الشاحن فيه وعمال بيشحن وده بيحصل فيه حوادث كتير يا ولاد خلي بالكم التعامل مع الخطر بقى لو لقدر الله حصل صعق إيه اللي يحصل؟ أول حاجة على طول فصل الطيار الكهربائي من مصدره تجنب ملامسة المصاب أو سحبه من مصدر الطيار الكهربائي من دون وقاية عمل إسعافات الأولية والاتصال بالهلال الأحمر السعودي اللي هو تسعة تسعة سبعة ونقل المصاب إلى أقرب مستشفى طيب كلام جميل جدا جدا بعد كده نيجي نشوف اللي برضو بيسال تاني التعامل مع أجهزة التدفئة فيه ناس دايما بيحبوا دايما وخاصة فيه فصل الشتاء وفي وقت البرد إنه بيستخدموا الغاز أو الكيروسين أو الفحمة أو الحطب للتدفئة طبعا ده بيؤدي برضو لبعض الحوادث فلازم يكون إحنا مأمنين الكلام ده كله إزاي نتأكد من سلامة توصيل جهاز التدفئة بالكهرباء تجنب إغلاق الأبواب أو النوافذ عند استعمال التدفئة بالفحمة أو الحطب الحرص على إبعاد الأطفال عن هذه الأجهزة استعمال أجهزة التدفئة وفق ما تنص عليه التعليمات عند شرائها استعمال أجهزة التدفئة لما خصصت له يعني ما استخدمهاش في أي مجال تاني غير اللي هي خاص بيها يعني بيستخدم جهاز التدفئة مثلا مش أطبخ عليه ما ينفعش خلاص يبقى لازم نستخدمه في الاستخدام الصحيح بتاع طيب في وسائل السلامة العامة يا أولاد إيه يا وسائل السلامة العامة علشان أحافظ على البيت بتاعي دايما ويبقى بعيد عن الأخطار والكوارث ويا ربنا يحفظنا جميعا أول حاجة إزالة مصادر التلوز داخل المنزل التهوية المستمرة للمنزل الصيانة الدائمة للأدوات والأجهزة المستعملة داخل المنزل الامتناع عن التدخين تماما داخل المنزل أو في الأماكن المغلقة مراعاة الاستعمال المنضبط للمواد الكيميائية داخل المنزل واحد يقول لي إيه المواد الكيميائية دي أستستامر يعني أنا حفتح معمل داخل المنزل لا حقول لك لا يعني مثل استخدام المبيدات الحشرية دي مواد كيميائية أو المنظفات دائما لما استخدم حاجات دي استخدمها بسلوب معتدل يعني مش بكسافة كبيرة يعني تركيب أجهزة كشف الدخان في المطبخ والممرات توفير حقيبة الإسعافات الأولية في المنزل تعريف أفراد الأسرة برقم هاتف الدفاع المدني أو وكاتب لك هنا شايفين المستطيلين دول دفاع المدني 998 الهلال الأحمر 997 السلامة المرورية طبعا يا أولاد كلنا عارفين أو كلنا الحمد لله رب العالمين معنا سيارات وكلنا منمشي على طرق لابد أنك أنت تعرف قواعد المرور كويس أوي علشان تتجنب الحوادث لقدر الله لأن من أسباب الحوادث اللي موجودة عندنا في بلدنا تجاوز الإشارة الحمراء السرعة الزائدة التفحيد ودي مصيبة سودة التفحيد ده وحن نتكلم عنه دلوقتي الحيوانات السائبة يعني الحيوانات السائبة في بعض الطرق يصير فيها القبل والجبال والبعير والكلام ده كله تخلي بالك الإطارات لازم أنك تتطمن على الإطارات بتاعتك استعمال الهواتف ومعظمنا بيستخدم الجوال وهو سائق وده خطأ كبير جدا 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 يؤدي للحوادث لقدر الله طيب نيجي بعد كده جريمة التفحيد شايفين يا أولاد دي ظاهرة منتشرة أو انتشرت في الفترة الأخيرة الأوينة الأخيرة وده يمكن من أسباب إن المرور اتخذ معها أساليب صارمة وإن جوع لها قوانين تؤدي إلى معاقبة اليوم بعملية التفحيد دي ماشي خلاص طيب من الممارسات الخطيئة برضو الخطيرة على سلامة السائق والآخرين السرعة الزائدة التهور في القيادة إهمال التقيد بتعليمات ربط حزام الأمان استعمال الهاتف الجوال في أثناء القيادة وبكده نكون انتهينا من منهج الاجتماعيات للصف الثالث المتوسط أتمنى لكم التوفيق والنجاح والفلاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته